يا أهلا وسهلا بكم متابعين العزاء أينما كنتم معكم مهدي من قناتكم قناة كول اليوم سنعرض لكم طريقة زراعة بذور شجرة الباشملة أو الأكادينيا أو الأسكادينيا لها مسميات كثيرة وأيضا اذكروا لنا في التعليقات ماذا تسموها في بلدانكم ها هي بذور الأسكادينيا أو الأكادينيا أو الباشملة ها هي بذورها وللعلم يمكنكم زراعة هذه البذور من منتصف فصل الشتاء وحتى تقريبا منتصف فصل الصيف أي أنه يمكنكم مباشرة بعد أكل ثمار الباشملة أو الأكادينيا مباشرة زراعة هذه البذور دون انتظار ودون عناء وهي للعلم نبتة سهلة جدا في الزراعة يعني مجرد ما أكل الثمرة بأخذ هذه البذور وأقوم بزراعتها مباشرة بالتربة بهذه الطريقة أنا لدي هذه البذور نحن تقريبا في تقريبا منتصف فصل الربيع أخذت هذه البذور جففتها تقريبا لمدة خمس أيام أو أسبوع أخذت معاي طبعا لا يشترط ولكن أنا جففتها وجهزتها لهذا الفيديو نأتي الآن بتربة أي تربة متواجدة لديك يمكنك زراعة هذه البذور بها سواء كانت التربة طينية رملية خليط بتمس لوحده أي تربة متواجدة لديك ازرع فيها فهي نبتة سهلة ولكن قم بالتالي نأتي بالبذور نحاول اختيار البذور الكبيرة الناججة الجيدة سأختار هنا أربعة بذور ها هي وكما هي البذور نقوم بغرزها تقريبا صانطي في التربة لاحظوا أقوم بغرزها هكذا فقط صانطي واحد في التربة بذرة بذرتين أربعة بذور قمنا بزراعة في هذا الإصصيص للعلم يمكنكم زراعة كل بذرة لوحدها في إصصيص لوحده أو يمكنكم أيضا زراعتها في التربة مباشرة أو في الأرض مباشرة الآن بعد غرز هذه البذور أقوم برأيها وللعلم نقوم برأي هذه البذور في البداية وحتى الإنبات تقريبا كل خمسة أيام مرة فقط بالقليل من الماء والآن نضعها بمنطقة تقريبا تصلها أشعة شمس الصباح أو منطقة إضاءتها جيدة جدا لأن هذه البذور تحتاج إلى إضاءة قوية تختلف قليلا عن باقي البذور وإذا كانت الأجواء معتدلة لديكم في بلدكم يمكنكم مباشرة وضعها تحت أشعة الشمس المباشرة أما في المنازل وفي البيوت نضعها على البلكونة مثلا ممكن نضعها على الأسطح المهم أن يكون الجو جو مناسب وجو إضاءة قوية إذا كانت الأجواء برضو حارة أيضا ذكرنا نضعها بمنطقة شبه مشمسة أو تصلها أشعة شمس الصباح هذه البذور تحتاج تقريبا أسبوع لبداية الإنبات وابقوا معنا وتابعونا لنتائج هذه الزراعة موسيقى 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 والآن عدنا لكم أعزائي بعد مرور ست أسابيع على زراعة بذور الأسكادينيا أو الأكادينيا وها هي الأشتال لدينا فقط ستة أسابيع تصبح لدينا بهذا الحجم أشتال جميلة وحلوة ما شاء الله حاجب تفرح الآن سأقوم بتفريد إحدى هذه الأشتال وزراعتها لوحدها بإصصيص أو يمكنك زراعتها مباشرة بالتربة سأقوم بتقسيم إحدى هذه الأشتال سأعرض لكم هذه الطريقة في التقسيم لاحظوا فقط أقوم بقسم مثلا إحدى هذه الأشتال شتلة هكذا وهكذا ها هو لدينا ها الشتلة لاحظوا طريقة التقسيم هذا ها هي بذرتها للعلم ها هي البذرة الآن سأقوم بزراعتها لوحدها لدينا هنا إصصيص لاحظوا بحجم تقريبا أربعة لتر مثقب من الأسفل عدة ثقوب جيدة في التهوية والتصريف أي تربة متواجدة لديك يمكنك زراعة هذه الشتلة بها أقوم بوضع هذه الشتلة في المنتصف سأقوم بزيادة التربة قليلا ها هي الشتلة وأكملها بالتربة أضغط قليلا فقط وها هي الشتلة الآن أقوم بريها فقط القليل من الماء هذا يكفي وأصبحت لدينا ها هي الشتلة الآن بعد عملية النقل نقوم بوضعها بمنطقة تقريبا شبه مضللة أو منطقة تصلها أشعة شمس الصباح أو الشمس المغربلة أو ممكن تحت الأشجار تحت المزرعات بين النباتات هذه الأجواء مناسبة بعد النقل أما إذا زرعتوها بالأرض مباشرة وخصوصا في فصل الصيف في هذا الوقت فننصح دائما بمحاولة التضليل عليها بأي شيء موجود لديك ممكن استخدام شمسية أو ما شابه طبعا هذه الشتلة معلومة مهمة جدا لا تحتاج تطعيم ولا تحتاج أي شيء فقط تزرعها تنتج لك هذه الشتلة نفس الشتلة أو نفس الشجرة الأم والثمرة بتطلع عندك نفس الثمرة اللي أنت أخذت منها البذور بتطلع عندك نفس الثمرة تماما لا تحتاج تطعيم لا تحتاج عناية أي شيء نبتة سهلة وتعيش في المناطق الحرة والمعتدلة إلى آخره يمكنكم زراعتها وأنصح الجميع بزراعة هذه الشتلة ودائما نتمنى لكم ولنباتاتكم كل التحية والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته